موسيقى نتمنى تستمر بهذا الشكل ويمكن معالي وزيرة الصحة أعلنت بالأمس أن بعض محافظات الجمهورية خالية من الإصابة بفيروس كورونا دي أخبار الحية مباشرة لكن أيضاً إحنا عاوزين نستمر في الإجراءات الاحترازية لأن الإجراءات الاحترازية هي الوسيلة الوحيدة للوقاية من هذا الويروس طبعاً حضراتكم عارفين ودائماً بنقولها في كل حلقة ارتداء الكمامة في الأماكن المزحمة في المواصلات العامة التباعد بقدر الإمكان ده مهم جداً غسل الأيدي بالماء والصابون كمان الاهتمام بالصحة العامة ده مهم قوي يعني الأكل الجيد نهتم بالخضروات بالفكهة الصهر كمان يا جماعة من المشاكل الخطيرة اللي بتؤثر تأثير مباشر على الجهاز المناعي لازم نتعود أن احنا بقدر الإمكان ننام بدري ونصحى بدري وده يدي الطبيعة يعني علشان برضو كل هذه الأمور بيكون لها تأثير مباشر على الجهاز المناعي والجهاز المناعي هو المنوض به مقاومة أي فيروسات أو بكتيريا أو أي شيء يهاجم جسم الإنسان فعاوزين نهتم بهذا الموضوع ونهتم أيضاً بالإجراءات الاحترازية علشان ما يبقاش عندنا مشكلة ويعني ترجع الحياة كما كانت بمشاكلها بالرغم أن في بعض الدول الحياة في العالم ويمكن بعض الدول العربية احنا عارفين المشكلة الموجودة في تونس عندها مشكلة دلوقتي بالنسبة لفيروس كورونا مشكلة كبيرة جداً لكن احنا الحمد لله الأوضاع عندنا كويسة قوي الحمد لله عاوزين نستمر على ده وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وطبعاً لازم أوجه التحية للجهاز الطبي والأطباء والمستشفيات وكل العاملين في المستشفيات والأجهزة المعاونة الحية ليهم دور كبير جداً في هذا الموضوع اشتركوا في القناة